حاجة الإنسان إلى الخلاص. الإنسان اللي حكي عنه اللي نازل من أرشاليم إلى أريحة محتاج شريعة ولا محتاج مخلص يا حبيبي. واحد وقع بين إيد اللصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حين وميت دا كان محتاج إلى ايه يا أخواتي محتاج إلى المخلص. عشان كده الرب حكي هذه القصة الجميلة وهذا المثل الرائع. عشان يقول يا جماعة انتو محتاجين إلى مخلص. اللي احنا رنمنا عنه النهاردة يا مخلص. يعني مخلص يعني منقذ. يعني منقذ يعني واحد غرقان في البحر وخلاص بيطلع في الروح وعمال يهبش. دا مش محتاج واحد يقف على الشاطئ ويقول له افرد ايدك اليمين مع رجلك الشمال. افرد ايدك الشمال مع رجلك اليمين. لكن دا محتاج واحد يعمل ايه يا اخواتي. ينزل في المية ويعمل ايه. خلص. البشرية مش محتاجة دين. البشرية مش محتاجة شريعة اللي الناس هتموت عليها. البشرية محتاجة إلى مخلص. وده اللي احنا رنمنا عنه اللالادي. جئت لتكون لهم حياة. وليكون لهم ايه? وليكون لهم افضل. طيب. تعالوا بقى مع بعض نشوف القصة دي يا تيه حبايبي. كيف كيف اظهر المسيح نفسه. المخلص الحنان. طبعا في ناس كتير تقولك انتو بتحملوا الكتاب اكتر من حقه. ليه يا عم زعلان ليه? مين قالك ان السامر الصالح يبقى هو المسيح. طب خلاص انا مع حضرتك يعني. يعني حضرتك عندك واحد ينفع نطبق عليه الكلام دوت غير المسيح. قل لي عليه وانا مستعدة امشي معك. عندك واحد ييجي للانسان المجرح ويشفيه? عندك واحد ييجي العدوه ويحبه? شفته واحد كده في البشرية بيعمل حكاية دي يا حبيبي. احنا بنشوف احنا بنشوف الناس بتدبح بعض وبتقتل بعض. ويمكن في الكنيسة الوحدة ما بيكلموش بعض. ويمكن بنتخانع عشان خاطر شوية حاجات بنختلف عليها. شفته واحد ينزل من اعلى السماء عشان يحب الناس الاشرار. يلا ما تقول معايا الاية. لكن الله بيان ايه? محباته لنا. لانه ونحن بعد خطاط. مات المسيح لاجلنا. اشتركوا في القناة